السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة نكملين في سلسلة اشهر الادوية. ومع تاني فيديو وهنتكلم عن الادوية اللي ما ينفعش تكون واقفة في الصيدلية الا وانت عارفها. هنبدأ كده بحاجة بسيطة وكلنا المفروضة عارفينها اللي هي سواء كان في منها دروبز اي دروبز يعني او في منها اي اوينتمنت. والبديل بتاعها الديكساتوبرين اللي اتنين دول فيهم ده انتي بايوتك وديكساميسازون ده حاجة كورتيزون انتي انفيلماتوري. الاتنين دول بيستخدموا حاجات داخل العين. علشان خصوصا البكتيريا بتاعت العين. حد عنده التهاب في عينيه في بكتيريا حصلة في عينيه ومعها لون احمر كده والتهاب بنديله اربع مرات في اليوم نقطة كده او نقطتين في العين اربع مرات في اليوم لمدة خمس ايام وهكزا الديكساتوبرين طيب بعد كده يعني احنا على قبل قلنا فيه منها بيكون مرهم وفيه منها بيكون نقطة النقطة دي assunto بنستخدمها اربع مرات في اليوم لمدة خمس ايام. اما المرهم دايما بنستخدمه مرة واحدة قبل النوم لمدة مسلا خمس تيام. ده الشكل اللي بنستخدم به من العظم الأطرار دي والتوبريين والتوبريين والتوبريديكس زي ما احنا شايفين وهكذا اه بنستخدمها مسلا ايه اربع مرات في اليوم لمدة ايه خمس ايام والتوبريين او التوبريديكس بنستخدمه قبل ما نان. طيب ده علشان قلنا بتاع العين. وحنا عرفنا في الفيديوهات اللي قبل كده ليه في موجود كتير قوي وما فيش اي كريم. دي عارفينها قبل كده وقلناها في كذا فيديو. تمام? غالبا برضو علشان يعني لان انا بوضيحك هوات تاني علشان اللي بيعملو الكريم لان الكريم لو انت خد في سيوتيكس هتلاقي فيه موجود والسير فاكتا انت عارفين بيعمل وحنا عارفين دايما عن بعد كده والاسبرين ده كلنا عارفين وما ينفعش يكون حد واقب في الصيدلية اطلاقا الا ما يكون عارف لان ده حاجة جدا 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 وكل الناس عارف لها. اول حاجة نكون عارفها عن الاسبرين ده انه بيستخدم في ايه? بيستخدم في استخدامين الاسبرين مشهورين جدا. الاسبرين بيستخدم كانتي بليتليت اجرجيشن وبيستخدم يعني مسكن وحاجة علشان توقف الجلطات. طيب الاسبرين دايما دايما الجرعة العالية فيه اللي هي تلتمية وعشرين ميلي جرام وانت طالع اللي موجود فيه العلبة الكبيرة عدد اغاث كبير الشريط اللي هو الورق ده اللون الاخضر ده بيستخدم زي ما قلنا مسكن ممكن يستخدم اكتر من ارس في اليوم واملته كمان لاربعة تلرس في اليوم لكن بعدırım لاننا كلنا عارفين ان اسد من اسد في الاخر جدا. يعني هو رز كان اسا لكنه ما زال برده بيحصل وبيبقى ايه? وبيبقى اسد. الطريق بيقصر به عن المعدة. الطريق التالي اللي بيقصر به عن المعدة انه من عيلة فبالتالي بيشتغل بقى ايه? على الميويكوزة بطاة المعدة. والميويكوزة بتات المعدة بتقل. فبالتالي ممكن populations نسبة حدوث قوحة المعدة. سواء كان ده اي عيلة دايما بتشتغل كده منهم. تبالتالي هيقصر على المعدة بالطرقتين اللي النفس بيستضمهم اللي كل المسكنات بتقصر بها على المعدة. دي اول حاجة. تاني حاجة. الدوزي القليلة اللي هي تحت الميت ميلي جرام من ميت ميلي جرام متنازل دي بيكون لها بتاع ايه بتاع الانتبليتليت علشان كده دايما عاملينه في كاسا فورن باسما كتير زي زي بتركيز واحد تمانين ميلي جرام او بتركيز ميت ميلي جرام او اللي بتركيز خمسة وسبعين ميلي جرام. واخد بقى لك بقى. عشان هيجي حد يقولك هاتلي اطفال. اه. خمسة وسبعين توا. في منه التابلت وفي منه التابلت. التابلت دي هي ايه? اطفال. لكنه بيستخدمه الكبار عائل. هو معمول للكبار اساسي. لكنه هو بالتابلت. فبالتالي بيقولوا عليه اطفال. ده تأكيد خمسة وسبعين ميلي جرام علشان يستخدم في طيب. بعد كده هنخش بقى على مالتي فيتامينز. دخلنا على مالتي فيتامينز هتلاقي بقى ايه وده مشهور جدا وفي منه كزا فورن. جبنا اشهر الحاجات الليمتلس مان والليمتلس ومن الماكسي يعني. ده بيكون في مالتي فيتامينز عاملين فورميولة مناسبة للرجال. وفورميولة مناسبة للستات بتركيزات كل التركيزات اللي هي اللي الجسم السيدة بتحتاجها. والجسم آآ المان بيحتاجها. فبالتالي بتكون مناسبة اكتر. ولفكرة ستاعتها كويسة. دايما بيستخدمون الناس اللي عندهم ضعف وواها كزا. او عندهم نقص في بقى في او الى اخره. ده بيكون فورميولة كويسة جدا جدا جدا. وسيقوم متوسط. بعد كده الماتريكس والماتريكس ده حاجة علشان البون خصوصا بقى في ال ايه? في الناس اللي هي ايه? الناس اللي هي عندها بقى ايه? حصل ايه? في البون ده بيكون في كالسيم وفيتامين دي وكل والحاجات اللي ايه? البون بيحتاجها بكمية كبيرة وبستخدموه برضو في آآ في خدوصا بعد تلات شهور الاولانيين واي حالة فيها آآ لان فيه زي ما قلنا وفي نسبة كويسة من الكالسيم وكل العناصر اللي بيحتاجها البون. بعد كده هنتكلم عن الحاجات اللي هي سواء بقى او الحاجات اللي تشتغل زي الفورات وهكزا. طيب هنبدأ بآ الريني وده مشهور جدا وعليه اعلانات ودايما ده بيشتغل تمام? بدايما ده راس مضغ. خد بالك دي مضغ تمام? يستخدم ايه? بعد الاكل. لانه ايه? بيشتغل آآ يعني بيعمل نيوتراليزيشن للأسد اللي موجود. يعني انت حصل ايه? الاكل نزل المعدة حصل سيكليشن لله ايه اتش سي ال وحصل هايبر اسيد فيه اسيدة عالية جدا تاخد الريني تمضغه ينزل يعمل نيوتراليزيشن للأسد اللي موجود متحسش بيه اللي بيكون موجود اللي بيظهر في شكل حموضة. طيب آآ ده زي ما قلنا اللي بيدي ومشهور جدا وبييظهر على التلفزيون فبالتالي الناس عرفها آآ بعد كده الحاجات المشهورة زي الانتودين والفاموتيدين الانتودين والفاموتيدين آآ اللي هو الفاموتين دول موجودين بتركيز عشرين واربعين ميلي جرام بيستخدم ممكن الاربعين تستخدموا مثلا ايه? آآ الصبح على الريق او آآ ممكن تستخدم العشرين مرتين في اليوم. في بقى الحاجات ده ايه? التانية اللي هي بروتون بامب انهيبتور زي الرببرازول والقوميبرازول والبانتوبرازول زي النكسيام وهكذا. طيب البيبرا دايما انفعال جدا وكويس جدا الرببرازول ده بتستخدموا مرة واحدة ايه? الصبح على الريق قبل الاكل. والبيبزول برضو اللي هو الاميز الاتنين الاميبرازول ده وخد بقى ايه عد بقى الحاجات اللي فيها اميبرازول الكتير. احنا جيبنا اشهر الحاجات اللي هو الاميز في تركيز منه اربعين وفي تركيز منه عشرين. والبيبزول نفس الموضوع في منه تركيز عشرين وآآ اربعين. ونستخدمه ازاي? قلنا ايه? قرص واحد على الريق قبل الاكل كده بتنصف ساعة. وهكذا البيبرا والانتوديين. اما الحاجات اللي بتشتغل دايما لوكل زي ما قلنا بتتاخد بعد الاكل. احنا قلنا هي بتعمل ايه? بتعمل للأسد. فبالتالي لازم يكون عندي اسد عشان اعمله فبالتالي هاكل ويحصل افغاز للحمد. ويتعلى الاسد دي اقوم منزل ايه? واخد بقى اللي هو ايه? ده مضغ. او اخد الفواكه. او او الحاجات الاول مثلا الحاجات اللي هي ايه? اه اللي بتعمل للأسد. طيب. بعد كده هاخش بقى على ايه? حاجات مشهورة. زي الاماريل. الاماريل ده حاجة. تا انتي دايبيتيك. بيعالج طبيب 2 دايبيتيس. وبيزود السيكريشن بتاع النسلين. الميكانيزم بتاع النسلين من airborne. بيزود السيكريشن للانسلين في منه كاز تركيز اللي هو الواحد ميلي جرام والuellementين ميلي جرام والتراتة ميلي جرام والاحبوع. والاهم يكون فيه ده حاجة من عائدة برضو وعرفنا انه ده حاجة زي ما قلنا والميكانزم بتاعه مختلف شوية ويزود الخلايا للانسولين يعني بعد كده هنتكلم برضو عن حاجات مشهورة جدا زي ده يا جماعة في اه اللي هي ضحلة الربيع المسائية ده مشهورة جدا ناس كتير عرفها فعلا خصوصا البنات اللي هي مسلا سن الخمستاشر والسبعتاشر والكلام من ده كله بيجي يسألوا على حاجات زي دي بيستخدموها برضو في حالات في الستات الكبيرة اللي هم بعد سن اليأس واللي مستوى تبدأ تدي ده ايه ده كهرمونة بيستخدم كتير او في الحالات ديت بعد كده بقى الحاجات اللي هي الالزنتال والحاجات دي اه بروتوزول الحاجات دي بتستخدم الالزنتال دايما بيستخدم تركيزه بعملية ميلي جرام القرص الواحد بيكون فيه متين ميلي جرام طيب بناخد قرصين مع بعض كل اسبوع او قرصين اقف اسبوع وبعدين اخد ايه ارسين في الاسبوع اللي بعد اقف اسبوع واخد ارسين في الاسبوع اللي بعد حتى تلاقي الشريط العلبة فيها تلات شرايات كل شريط فيه قرصين اتنين تاخد شريط 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 يعني مسلا كان اخر حاجة الجاتل اللي رشدتها شريط كل عشرة ايام تمام? اه بعد كده الفلاجيل وده مترونيدازول كلنا عارفينه كلنا شوفنا استخدامه ده بيستخدم تلت مرات يوميا لمدة خمس ايام خد بالك بيكتبوه دايما دكاتجة الاسنان علشان الانوروبيك باكتريا اه الانزنتان على فكرة بديل البندكس بعد كده برضو هنتكلم عن الحاجات اللي هي بتزود والمشهورة مينفعش مستحيل حد يكون مش عاقب هنتك الفيتا سيد دي اغاز فوارة خدها لك تعرف الشخص ان دي اغاز فوارة بده ماء يبلع القرص يعني حصل له حاجة تمام دي اغاز فوارة تاخد على نص كوبية مية او كوبية مية وتحط القرص وتسيب ويفور كده بتبقى تشرب سواء كان او الفيتا سيد سي بلاس باستخدم واحد جرام في اليوم من الفيتامين سي اه يعني ارس واحد يوميا وفيتامين ده في زنك مع الفيتامين سي فبناخد برضو ارس واحد يوميا الصبح كده. فالخارب خليه بعد الاكل. اه او ده تابلت مشهور جدا على فكرة وسعره كويس. اه والافريكس بتاعته كويس جدا جدا في ناخده ارس واحد برضو يوميا بعد الاكل. دايما هتلاقي الادوية اللي هي بتاخد مرة واحدة يوميا كده بعد الاكل. شفنا ناخده مرة واحدة يوميا بعد الاكل. شفنا الاميون وماش ناخده مرة واحدة يوميا بعد الاكل. اه اي مثلا كتابلت اللي هو الحديد والحاجات دي بيستخدمها مرة واحدة يوميا بعد الاكل. طيب. بحس نسهل عليك الدونة شوية. الحاجات بقى ايه? اللي دايما بيتيجي مشهورة وبيستخدموها ستات علشان يزيد وزنهم. زي والديكسازون والحاجات دي كلها واللي معظمها بيكون مش صحيح في الاستخدام. اه الترياكتين ده يا جماعة ده بيستخدموه لي بيستخدموه الستات علشان يزيد وزنهم. بيستخدموه تلات مرات يوميا. احنا عارفين آآ في دايما بيكون ممكن استخدموه بتلات مرات يوميا. ده حاجة كويسة جدا كاآ يعني حاجة مهضمة. يعني بتزود تكسير الحاجة بالتالي تحصل قبضوه بشان كويس وتستفيد من الاكل كويس. فبالتالي ينفع لأي حد آآ كويس جدا. آآ الديكسازون ده كورتيزون. وبيستخدموه برضو عشان موضوع زيادة الوزن. وما ينفعش نستخدموه. لان عاقفين مشاكل الكورتيزون الكتيرة جدا جدا جدا. فبالتالي ما ينفعش نستخدموه. هيجي يقولك نعايز مسلا عشان نزيد في الوزن. تقول له انت بايه? تقول له ده ما ينفعش ده ده كله كورتيزون اساسا. تمام? وما ينفعش نستخدموه. وهكذا ايه الحاجات التانية اللي مش يعني آآ مصرح باستخدامها من آآ الضيجستين زي ما قلنا ايه? ده حاجة فتح شاهية. آآ في دايجستين في ميولة بقى ده حاجة مليان آآ اللي هي اللي محتاجها اي واحد عايز. طيب. آآ ممكن ده بيستخدم كبوضر كده بتستخدمه الاكل على ايه? على الزبادي بتاعتك او ايه? او اي مشهوب بتحبه. وتحط ايه? وتحط آآ مسلا معلقة او اتنين. ممكن تلت مغات يوميا علشان تحصل خد بالك فيه كزا آآ شكل من فيه للاطفال وفيه للبريجنان وفيه انت شايفوا ده? علشان فلو حد جاي لك وعايز حاجة كده ايه? عايز زيد في الوزن ممكن تدي له فعال جدا وكويس. هيزود الوزن فعلا يعني مليان فيتامين زيون كلام من ده كله. هيفيد يعني. فممكن تستخدمه. حد جايك عايز بتنصحه وتقوله لا. تعال بقى بعد كده لموضوع النازل كونجيشن. وده موضوع مهم جدا جدا جدا. وهنتكلم فيه عن بعض التركات. اول حاجة كده النازل كونجيشن بيحصل بقى دايما اما يكون فيه فيه اللي موجودة في النوز. ويحصل اكيوموليشن ليه السيكريشنز. تبسط لقيه بلوك دي نوز. آآ تحس ان فيه آآ ري نوريا. آآ تتعلان في الانف كده. هنبدأ بقى ندي ايه? نبدأ الحاجات اللي توقف الكونجيشن ده. هنعمل ايه? هندي حاجة تعمل كونجيشن للايه? للبلاط فيزل. ندي مواد بتشتغل على الالفا وان اللي موجود في البلاط فيزلز. فتعمل فايحصل بقى ايه? نقلل السيكريشن اللي موجودة والكونجيشن اللي موجود. المواد دي زي الزيلوميتازولين اللي موجود في سواء كبار او او في زي الاكسيميتازولين زي او الحاجات اللي فيها بيعمل برضو زي اللي احنا شايفينها كده. فاحنا زي ما احنا شايفين او او دي حاجات اللي بتعمل ويتقلل موضوع بقى ده تبدأ تقلي معا. والحاجات دي بنستخدمها مسلا من نقطة ثلاث مرات في اليوم بحيث تقلل اللي موجودة عندي ده. لكن ناخد بالنا من حاجة. لو شخص مثلا عنده الضغط ناخد بالنا لانه ممكن توصل وتعمله في كل اللي موجودة تمام? هي تجهيزها ايوان قليل تجهيزها ا قليل ولوكل لكن ممكن يعد منها شوية وتغفع الضغط للناس اللي عندهم فبالتالي ناخد بالنا من الناس اللي عندها سانيا ان دي اما استخدمها اخير في الاستخدام من تلاتة الخمس تيام ما زودش عن كده ابدا ليه بقى? لان اما استخدم واعمل في النوز لمدة خمس تيام فاكتر هيبدأ ايه اللي يحصل? هتتجمع اللي موجودة ما هو المفروض فيه هنا يحصل بيحصل آآ ميتابوليزم والمفروض التوكسن تتطلع فبالتالي ما اعمل في المنطقة دي هيحصل للتوكسنز فما تتجمع التوكسنز دي وتوقف انت القطرة اول يوم هتبص تلاقي بعد موقفة القطرة هتلاقي كبير حصل وبالتالي تحصل تاني ويحصل تجمع للايه اسوأ من الاول تاني في حاجة اسمها يعني بيحصل يرجع الموضوع اسوأ من الاول بكتير سانيا ان انت ما عملت في النوز لفترة كبيرة انت ده بلض والمفروض يروح لفين للسيلز فبالتالي انت حين هتموت هتعمل اتروفي للنوز هتموت كمية كبيرة من الخلايا اللي موجودة في النوز وهتفقد النوز وظائف كتير يعني ممكن توصل انه معادش يشم كويس بسبب الاستخدام الطويل او الاكسيميت او الاخره فبالتالي ناخد بالنا من الناس اللي عندها ناخد بالنا ما نستخدمهاش اكتر من خمس ايام اا يعني في بقى اي الاطفال ما نستخدمهاش في في الصغيرين جدا اللي هما نيونيتس ناس اللي لسه في الشهور الاولى ما نستخدم لهم مش حاجات دي اطلاقا نستخدم لهم بقى ايه هنستخدم لهم الحاجات اللي فيها او فيها زي مين زي لايس ده صدويا مكرو رايت زي الاوترو فين بيبي صلاين الصلاين ده تمام او نستخدم الحاجات الخد بالك السي ووتر ده في اا منه الادلت وفيه منه وفيه منه كزا تقسيمة كده اللي هو ايه هايبرتونيك وايزوتونيك وهكزا فبالتالي انت بتطلع السي ووتر سواء كان بوليمير او فيسيومير او سينو مارين او الاخره كل الاسماء التجارية اللي موجودة الكتير دي احنا جيبنا منها اشهر حاجات دي منشوف انا هنطلعه لطفل هنديله اللي هو الكبير هنديله اا الادلت وهكزا خد بالك حد يطلب منك الحايبرتونيك حد يطلب منك وايزوتونيك وهكزا في حاجات من الفيسيومير اسمها او هايبرجيت اللي هو اا يعني كده فيه كزا تقسيمة من الفيسيومير فتكون واخد بالك انت بتطلع للشخص لو هو طالب منك حاجة معاينة تطلع لنفسي لطالبها يعني بتطلعش حاجة مختلفة تمام اا ما تطلعش للشيلدرين في الادلت والادلت في للشيلدرين فتكون واخد بالك المهم الفعالة جدا في الموضوع ده بتعمل اول حاجة بتعمل بتنظف المكان يعني انت بتدخل الماء للبحر وتخلش النوس تسحب معاها الاكيوموليتد اا سيكريشن والاستقل سيكريشن اللي موجودة في الايه في النوس فهتدي لوكال افكت لو اول حاجة هتعمل هتعمل هتحول اللي موجودة في شكل جلد الى شكل اصول يعني هتدوج بالمخاطر اللي موجود فبالتالي تسهل خروجه يعني هتدي وهتدي كمان على النوس هتحسزك بيه اللي هو الراحة شوية اا ده استخدامات والصلاين يعني طيب دي عامة ميزتها ان بتاعتها قليلة جدا جدا مقارنة بالحاجات التانية ممكن نستخدمها في ممكن نستخدمها في آآ انما ما نفعش استخدم مسلا والحاجات دي والحاجات ديت لي اللي هي ولا الدلتارين ولا الكلام من ده كله احنا بنستخدم او او الحاجات دي احنا بنستخدم اما او وبكده يكون آآ خلصت آآ حلقة النهاردة ومتشكل لك جدا على حسن استماعك وان شاء الله مكملين معكم دعوتكم بتوفيق. ولو عجبك الفيديو برضو ياريت تدوس لايك تشترك في القناة بحيث القناة توصل لي الناس التانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته